موسيقى غرفة الأخبار من سكاي يوز عربية مع مهندد الخطيب أهلا بكم إلى غرفة الأخبار ونتابع فيها حجر في بياه رئاسة لبنانية راكدة ليبيا حكومة تنتظر ملامح وإيران من الداخل تسويق الشعارات موسيقى البداية من الشأن اللبناني إذ يبدو أن صدمة ترشيح سمير جعجة رئيس القوات اللبنانية للنائب ميشيل عون الزعيم السابق للتيار الوطني الحر لرئاسة الجمهورية ما تزال أصداؤها تتردد في الدوائر السياسية في لبنان والخارج هذا الترشيح أثار البلبلة ولا شك في صفوف تحالف الرابع عشر من أذار الذين يتدرسون سبل الرد على خطوة جعجة عون وفي الوقت نفسه تتجه الأنظار إلى كل من حزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب لمعرفة مواقفهم من الخطوة بينما يصر سليمان فرنجية زعيم تيار المردة على ترشحه للرئاسة تحركات محمومة ولقاءات ومشاورات داخلية وأخرى خارجية لا يعرف إن كانت ستفضي إلى حلحلة أزمة الرئاسة المستعصية منذ أشهر أم تقودها إلى مزيد من الاستعصاب مواقف الأحزاب وتكتلات اللبنانية جاءت مختلفة لكنها بالتأكيد خرقت ما كان يسمى باستفافي 14 و8 أذار والآن إلى يوسف ليطلعنا على المزيد عن هذه التحركات مساء الخير يوسف لا شك قنبلة فجرها السمير جعجع بالأمس خلطت كل الأوراق في المشهد السياسي اللبناني بالطبع والدليل على أن معظم الأحزاب التي ذكرتها الآن والتيارات لا يوجد لها مواقف رسمي من هذه القنبلة وإن كان هناك تسريبات قبل القنبلة بأيام لكن يبدو أن الجميع لم يكن يصدق بأن هذه القنبلة فعلا ستنفجر بهذا الشكل على كل سنتابع الآن مواقف التيارات والأحزاب الأخرى ولكن أيضا سنعرج على مواقف الإقليمية سريعا الأهم هنا حزب الله يعني التزم بالصمت مع أن حزب الله هو شريك وحليف وثيق للجنرال العون وكان يعني رشحه للرئاسة لكنه التزم الصمت فوجئ بدعم جعجع له الإعلام الموالي لحزب الله قلل من أهمية هذا الاتفاق بين جعجع وعون وقال بأنه قد لا يفضي بالضرورة لانتخاب رئيس في لبنان موقف غريب لكن ربما الخميس سنعرف من خلال الاجتماع الدوري ما الذي أو الموقف بشكل أوضح أيضا حركة أمل رئاسة نبيه دبري لا يوجد موقف رسمي لكن تم تسريب أخبار أن الحركة ما زالت ربما حتى الآن متمسكة بترشيح سليمان فرنجية ليست يعني مع عون هنا وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدم الاشتراكي الذي عرفناه أحيانا في الرابع عشر من أذار أحيانا في الثامن لكنه الآن مستقل ما زال يدرس الموضوع كعادته يتأنى في اتخاذ الموقف كتلة المستقبل معنية بشكل أساسي طبعا هنا رحبت بالمصالحة لكنها لم تعلن تخليها عن دعم سليمان فرنجية نحن نعرف أن هناك كان في طرح من كتلة المستقبل أيضا كانت قنبلة سابقة من أن تيار المستقبل 14 أذار يرشح فرنجية القريب من الرئيس بشار الأسد لهذه المنصب حتى الآن هناك مشاورات مع السعودية لكن لا موقف واضح ولا تخلي عن موضوع طرح سليمان فرنجية هنا إلى تيار المردة وسليمان فرنجية الذي ما زال متمسكا بترشحه رغم ما حصل ويقولون في المردة بأنه حتى مع رغم دعم جعجع لعون فأنه في البرلمان وفي الأصوات حصته وفرصة عون ليست كبيرة حتى لو صوتوا له وبالتالي فأنه بعد ذلك سيبقى ترشيح فرنجية قائما في دورة لاحقة أخيرا حزب الكتائب لا موقف رسمي حتى الآن لكن هناك تواصل بينه وبين سمير جعجع هنا نشاهد أنه أصبح في خلط يعني 14 آذار انقسمت 8 آذار انقسمت لم يعد هناك هذا الموضوع أو هذا الشيء الواضح في هذا الأساس أيضا مواقف مهند إيران مثلا مع حزب الله ليسوا في إطار انه انتخابات رئاسية وبالتالي هذا يعكس واضح بينما السعودية فرنسا دول أوروبية وغربية تريد انتخاب رئيس للبنان بسرعة من أجل إصلاحات وحتى أحيانا بينها من يربط بعض الهبات والدعم المادي والتسليحي بهذا الأمر أيضا هناك معنا موضوع آخر مهند لفت انتباهنا بالأمس أثناء المؤتمر الصحفي لجعجع وعون كان هناك تصريحات كان جبران بسيل وزير الخارجية ربما كان تلقى لسعتين قويتين من سمير جعجع في انتقاد في سياسته الخارجية خصوصا في تصويته في جامعة الدول العربية لأنه صوت خارج الاتفاق العربي ولم يلتزم بالاتفاق العربي وأنه صوت تقريبا مع إيران دعونا نستعيد هذه اللحظات الدقيقة التي انتقيناها من هذا المؤتمر الصحفي والتي كان فيها لساعات لجبران بسيل ضرورة التزام سياسة خارجية مستقلة بما يضمن مصلحة لبنان ويحترم القانون الدولي وذلك وذلك احترام قرارات الشرعية الدولية كافة اشترك لدينا تنسى كيف يجب الناس تنسى يبدو احترام قرارات الشرعية الدولية كافة والالتزام بموثيق الأمم المتحدة وجامع الدول العربية لسعات مهمة حتى أثناء مهند إعلان اتفاق ودعم يقول بأنه السياسة الخارجية مع جبران بسيل مع الشريك الجديد لم تكن على هواه ولم تكن ملتزمة بقرارات الشرعية ولكن موقف جبران بسيل في الجامعة العربية كان قبل أيام قليلة هذا الاتفاق تم الإعلان عنه بعد هذه المسائل وكان المفترض أن يكون هناك مشاورات ودراسات بين الطرفين منذ فترة وليس من يومين هذا ما يطرح سؤال أنه من جاء عن مين عن موقف مين المنطق يقول يوسف أنه عندما تدعم مرشح سواء للرئاسة أو لأي منصب آخر تكون متفق مع سياساته متفق مع توجهه ميشيل عون مع سلاح حزب الله في لبنان مع التدخل حزب الله في سوريا هل هذا يعني أن سمير جعجم موافق على هذه الموافق المواقف أم لا يبدو لدينا تقرير من مراسلنا حول المواقف أيضا دعنا أولا نشاهد التقرير ثم نذهب للحديث حول هذا الموضوع المهم أعلنها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بتبنيه ترشيح خصمه رئيس تكتل الإصلاح والتغيير ميشيل عون من معراب لرئاسة الجمهورية أعلنوا تبني القوات اللبنانية لترشيح لعماد ميشيل عون خلط للأوراق وانقلاب سياسي هكذا وصف متابعون ما حصل القوى السياسية تترقب وتنتظر لتعيد تموضعها بعد لقاء الخصوم في معراب وسط تباينا في قراءة هذه الخطوة بين من يصفها بالاستراتيجية ومن يضعها في إطار الكيدية السياسية لقاء معراب بحد ذاته بالأمس شكل معطى جديد على صعيد انتخابات الرئاسة في لبنان أمر واقع سيكون على كل الأفريقاء التعامل معه سلبا أم إجابا لكنه صار مسألة أساسية فيه قوتين أساسيتين الشرع البسيعي انتقطا أمس على نقطة معينة على باقي الأطراف أن يجيبوا على هذا الأمر قال لا ما قال للرئاسة ليس بالضرورة أن قصر العبدة سيضاء غدا ردود الفعل خجولة والصمت سيد الموقف كسره النائب سليمان فرنجي بأعلانه الاستمرار بترشحه لمنصب الرئاسة وفيما تعقد الكتل السياسية اجتماعات لها لتدارس الموقف اكتفت كتلة المستقبل بعد اجتماعها الأسبوعي بالترحيب بمصالحة عون وجعجع في انهاء الشغور في رئاسة الجمهورية تعرب الكتلة عن ارتياحها للمصالحة التي جرت في معراب بالأمث بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وتتابع الكتلة المستجدات المتعلقة بانهاء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وقد توقفت عند اعلان القوات اللبنانية دعم ترشيح العماد ميشيل عون واعلان الوزير سليمان فرنجي عن عزمه الاستمرار في الترشح للرئاسة وبعد اعلان زعيم حزب القوات تتركز الانظار على مستقبل العلاقة بين زعيم تيار المستقبل سعد الحريري وجعجع بعد تسكية الاول فرنجي للرئاسة وتبني جعجع ترشيح عون يعني حسب ما بيحكي تيار المستقبل انه هني عملوا فعل سمير جعجع عمل رد فعل وتقف القصة هون انا بعتقد انه هذه العلاقة في محل معين انشعرت بس مش معناتها انه لح تروح للقطيع على الكامل بعتقد جعجع بحاجة تظنه محافظة على العلاقات ولأسباب عدي وبعتقد ايضا كمان حاجة تيار المستقبل و14 أزار لقوة مسيحية تمثل على الارض ان تظل هذه العلاقة القائمة ويرى مراقبون ان الاستحقاق الرئاسي امام ثلاثة خيارات معركة ديمقراطية بين عون وفرنجي او توافق سياسي على اسم واحد او استمرار الفراغ والتعطيل السياسي من المبكر الحديث عن التبعات السياسية النهائية وشكل التحالفات الجديدة بعد اعلان معراب الاخير والاكيد ان صورة الاستحقاق الرئاسي تزداد تعقيدا مع الحسابات التي فرضها ترشيح جعجع لعون سلمان عنداري سكاينيوز عربية بيروت يوسف دعنا نحاول ان نضع كل هذه القطع مع بعضها لنكون صورة وعلى أقل صورة مرحلية مع ضيفنا من بيروت الباحث والناشط السياسي جاد يأتيم مساء الخير ساس جاد مرحبا بك معنا في غرفة الاخبار من الذي وجه صفعة لمن بتحرك الأمس الذي قم به السيد جعجع البعض يقول انه تحالف 14 أذار تعرض لضربة قوية البعض يقول حتى تحالف 8 أذار ايضا وجهت له لكمة ليست بالقليلة في الحقيقة دعنا لا نقول صفعات ولكن بالتأكيد لم يعد الحديث مجديا عن تحالف 14 أذار وتحالف 8 أذار هل ما قام به سمير جعجع أمس مع الجنرال ميشيل عون هو تحالف لا يرقى إلى تحالف هو إعلان برنامج رئاسي وغير واضح هل إذا لم ينتخب عون هل سيستمر هذا التحالف أم لا غير واضح ولكن بالتأكيد ما جرى أمس هو نهاية هو طي صفحة حروب الإلغاء التي استمرت عسكريا وسياسيا بين ميشيل عون وسمير جعجع منذ الثمانينات حتى اليوم هذا أولا وفي هذا الاتفاق الذي جرى يبدو جعجع هو الفائز بكل كيفما يعني إذا انتخب عون رئيسا يبدو جعجع فائز بحصة الأسد في المسيحية في الحكم المخبل ويبدو منقذا للمسيحيين بأنه رفض سليمان فرنجي الذي لا يحظى بحظوة كبيرة في الشارع المسيحي إذا لم ينتخب عون هو كذلك أبدى تمسكه بمبادئ ثورة 14 شباط 2005 نعم ولكن في الوقت نفسه أستاذ جاد وبعد يرى أن السيد جعجع هو لم يعادي أحد بترشيحه الجنرال عون يعني ضمنا على الأقل موافق على السياسات عون فيما يتعلق بحزب الله سلاح حزب الله سلطة حزب الله تدخل حزب الله في سوريا يعني على الأقل هذا ما يبدو عندما تدعم شخص يؤيد هذه التوجهات صحيح من حيث الشكل هناك فرق بين الرئيس سعد الحريري أجرى مباحثات رئاسية مع عون قبل نحو سنة وكذلك أجرى مباحثات رئاسية مع سليمان فرنجي الفرق الجوهري أو على الأقل بالشكل بين ما جرى أمس وبين الاتفاقات السابقة أنه جرى إعلان سياسي وقيل هذا مبادئ للرئاسة الجمهورية لخطاب قسم مقبل وعون أعلن موافقته عليه إذا نظرنا فيما أعلن أعلن جعجع بالأمس أن تمسك اتفاق الطرفين على التمسك باتفاق الطائف وهذه النقطة تشدد عليها 14 أذات تشدد عليها المملكة السعودية على سبيل المثال أعلن التمسك بتنفيذ بنود طاولة الحوار وإذا عدنا ماذا تعني بنود طاولة الحوار التي تفق عليها منذ 2006 في ثلاث ثلاث بنود أساسية أولا الاتفاق على دعم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري اثنين معالجة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وحين نتكلم على سلاح فلسطيني خارج المخيمات نعني تحديدا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي موالية لنظام الأسد الرقم الثالث هو إعلان بعبدة وما يعرف بإعلان بعبدة هو يعني حياد لبنان ورفض تدخل حزب الله في سوريا إلى ذلك قال جعجة اتفقنا على أن لا يكون لبنان مقرا ولا منطلقا للسلاح والميليشيات المسلحين من وإلى سوريا وضبط الحدود السورية وهذا يعني بدرجة أولى حزب الله سيجد هنا في هذه النقطة تحديدا تعني أن هذه النقاط العشرة التي سمتها بعض وسائل الإعلام اللبنانية بالوصايا العشرة تعتقد بأنها جاءت كتنازل من الطرفين على شيء مشترك أم أنها فعلا لصالح سمير جعجع وتياره بشكل أقوى يعني هو من جذب عون إلى طرفه بشكل أكبر ولو 60% أم أنها مناصفة تم توصل الاتفاق وسط حل وسط هي نستطيع القول أنها حل وسط لأنها بالنهاية على سبيل المثال يعني لم تسمي حزب الله بالاسم لم تكن صريحة في هذا الاتجاه أعنى تتمسك بالدستور وبالطائف ولكن معظم هذه النقاط هي تقع في صلب سياسة ومطالب وما تنادي به 14 أذار ولكن السؤال ليس هنا السؤال هل عون إذا وصل إلى الرئاسة وكان صادق النية هل هو قادر على تنفيذ كل هذه النقاط أنا أشك في ذلك طيب أنا أود أن أسألك قبل ذلك هو يمرك القرار نعم يعني هذا على افتراض أنه وصل إلى سودة الرئاسة لكن ترشيح جعجع للجنرال عون لا يعني تلقائيا وصول الجنرال إلى منصب الرئاسة دعني أسألك عن مواقف الأطراف المختلفة من هذه المسألة حزب الله كان دائما متمسك بالقول أنه الجنرال ميشيل عون هو مرشح الحزب هل سيبرهن حزب الله هذا فعليا ويذهب إلى مجلس النواب لانتخاب الجنرال عون مرشحا له للصراحة وصفت حضرتك ما حصل بأنه صدمة وهو صدمة فعلا لأننا اليوم لم نرى مواقف رسمية ومواقف صريحة من أي طرف من الأطراف اللبنانيين باستثناء طبعا موقف جعجع وعون بالأمس باستثناء موقف فرنجي الذي أعلن الاستمرار في الترشح وإن كان قال من يريد أن يزورني يعرف منزلي وهذا ترك الباب مفتوحا لمشاورات ولكن الصمت المريب الأساسي هو صمت حزب الله يعني لماذا ينتظر حزب الله حتى الخميس وحتى اجتماع الكتلة ليعلن طالما أن مرشعه الصريح هو ميشيل عون باقي الأطراف فيها في الصدمة قيادات المستقبل الأساسية استدعيت للاجتماع بالرئيس حريري في الرياض لاتخاذ موقف حقيقي لأن حتى موقف الكتلة اليوم رحب بالمصالحة وأعلن بالتزام موقف الرئيس الحريري ولم يقل مثلا موقف الرئيس حريري لانتخاب سمام فرنجي أنا ما أرى أن ما حصل أمس هو يعطي المسيحيين هو جعل القوى المسيحية في البلاد تقول نحن لنا حق الفيتو على المرشح المسيحي ولكن هذا الاتفاق لا يفرض انتخابا لرئيس الجمهورية أنا أرى أن حزب الله وباقي القوى هي تلعب في لحظة فراغ إقليمي هذا الفراغ وهناك قرار باستقرار لبنان وليس بانتخاب رئيس للبنان لأن هذا يجري ضمن صفقة شاملة في المنطقة إذا سيد جاد يعني في دقيقة متبقية برأيك إذا تمسك كل طرف بترشيح نفسه يعني عون من طرف وفرنجي من طرف في البرلمان هل يمكن أن تكون كفة عون أرجح أم سلمان فرنجي برأيك بالمطلق بالمطلق إذا أردنا أن نحاسب الأفريقاء على مواقفهم الحالية يعني الموقفهم كانت قبل إعلان جعجع وموقفهم حتى اليوم فرنجي يحظى بتأييد كتلة المستقبل نتكلم عن 41 نائب جنبلاط 11 نائب بري 13 نائب المرضى 4 نواب والمستقل إرسلان نائب هذا يمنحه 70 صوتا بينما عون هناك كتلة العونيين 19 القوات 8 التشناق الأرمن مقعدين وحزب الله 13 وهذا 42 هناك سوينج يعني أصوات متأرجحة هي للبعث صوتين للقومي صوتين للكتائب 5 الوسطيين أربع هؤلاء إذا كلهم ذهبوا عند عون لا يعطيه 65 أي نصف زائد واحد ولكن كل الطرفين لا يملك بأنه يؤمن النصاب وهو 86 نائبا وبالتالي اتفاقهما ضروري لتأمين النصاب أولا حتى 70 نائبهم لا يؤمن النصاب وأرى أن كل ما يحصل هو حجرة لبنانية في المياه الراكدة وليس من قرار ولم نتعود في لبنان أن يأتي انتخاب الرئيس قبل أن تكون الأجواء الإقليمية والدولية جاهزة شكرا لك الأستاذ جاد يتيم الباحث والناشط السياسي كان معنا من بيروت سؤالك مهم اللي سألت يا آخر شيء ولكن أنا شخصيا لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى هذا الحد أن يكون هناك مرشحان داخل البرلمان وأن تتم عملية التصوير الموضوع لم يحسن بعد هناك كثير من الأمور التي ستمر صحيح